جولة حوارية مرتقبة لقطبي المكون الكردي ستجرى خلال الأيام المقبلة للوصول إلى اتفاق حول ما تبقى من حصة الكردي من الحقائب الوزارية نواب أكدوا بأن تقارب حاصل بين الحزبين إلى أن الاتفاق النهائي لم يحصل لغاية اللحظة بسبب إصرار كل حزب على رأيه الوزارتين نحن كاتحاد وطني كردستاني نشوف أنه استحقاقنا وزارتين وإن شاء الله سيكون الوزارتين من نصيبنا مالك اتفاق مع الديمقراطي أكو تفاهم نحن نتعامل بالمعيار الوزن الانتخابي نحن وزن الانتخاب ومعد الانتخاب بين كحزب رقم واحد في الأقليم وحزب رقم واحد في بغداد لدينا 31 مقعد استحقاقنا وزارتين المتباقيتين فيما تشير ترجيحات نيابية إلى حسم ملف وزارتي العمار والإسكان والبيئة من قبل السوداني إذا لم تتوصل الأحزاب الكردية إلى اتفاق نهائي خلال الأسبوع المقبل مراقبون أكدوا إلى إمكانية ترضية الجانبين من خلال توزيع الوزارات المتبقية بالتساوي بينهما أنا أعتقد اليوم يجب أن يتخذ رئيس الوزراء خطوة شجاعة ويسمي وزراء حتى اليوم من نفس المكون وأن لا تترك هذه الوكالات لحد العام لأن هذه الحكومة أمامها مهام وتحديات إذا فشلت في إداء واجبها أمام هذه التحديات أنا أعتقد ستكون هناك فجوة كبيرة بينها وبين الشعب الذي هو أساسا لا زال غير مقتنع بالإداء الحكوم السابق والحالي رئيس الوزراء أمام مهمة قيادية كبيرة باتخاذ قرار حاسم بشأن الخلافات الكردية والمضي باستكمال الكابينة أمر لا بد منه بحسب متابعين ويتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بالحقيبتين المتبقيتين مسندا إلى ثقله الانتخابي المتمثل بعدد مقاعده داخل البرلمان فيما يصر الاتحاد على تقاسم تلك الوزارات بالتساوي وفقا للعرف السياسي المتبعي منذ عام 2003 لويل حسن بغداد السومرية